السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو اليوم بإذنه رح نتعرفه على التكست إستوريك يعني النص التاريخي وفيه رح نتعرفه على ديدوش مراد وعلى حسيبة بن بوعلي وعلى الأمير عبدالقادر وثاني رح نعطيكم بخودكسيون إكريت وحدة على انفجار واندلاع الثورة تحريرية وحدة على مجزر ثامن ماي نتمنى ينال إعجابكم هذا الفيديو والولاد رح نتكلموا على ديدوش مراد ولو كان يمدو لكم على شهيد واحد من شهداء الجزائر نحيو ديدوش مراد وكتبو اللي مدوه لكم هذا هو نفس النموذج تبدلوا برك العنوان هذا ما كان الباقي لتغييرات كي من هاك ديدوش مراد ديدوش مراد هذا الرمز شوجع هو رمزون من رمز شهداء الابرار و هو واحد من أهم الاستراتيجين في طور التحرير الوطنيا دابر مراد اتا نغران كمباتان الجيريان مراد هو أقوى المحاربين جزائريين انسويته لاتصرف الابرار أكتبوه على خليجات الانسانية ويساعد اتبو حتيش مثل المستخدوه المزين يعني شاركا في العديد من العمليات مع رفاقائي السلاح لكي ضعفا الاستعمار و يدفعوه لترك البلاد ومغادرته هاكدا أمفاً إلي تم بي أم مارتير وناروز ساتر بارسونسون يعني استوش هيدا بعدما سقع أرض الجزائر بديمائيه دونك ديدوش موراد أبي أم روز تخيز أمبورتان دون لندبندنس دلاجيري لحنا لولاد تخي يعني تي أر أس لأ عند هكسون ديرو إسپاس بين تخي و أمبورتان ديرو إسپاس برك يعني هذا المعنى ما معناتها لذلك ديدوش موراد لعب دور مهم لنيل الحرية في الجزائر ونيلها الاستقلال هذا ما كان لولاد نتمنينا لإعجابكم رح نتكلموا على حسيبة بن بوعلي كنموذج لشهيدة من شهدائي هذا الوطن إذا قالوا لكم تكلموا على بطلة وحدة أخرى وش تديرو نحيو حسيبة بن بوعلي وبدلوها باللي يقالوا لكم عليها وإذا دالكم تاريخ الميلاد وتاريخ الوافات هاكم من بكري رح تكتبوهم وتالاميذ سنة الثالثة متوسط ما يكتبوش دابور آنسويت آنفان ولا فينا المو بش ما يعتبرش النص هذا ما كان نبدأ العنوان ضروري كتبو حسيبة بن بوعلي لغوين حسيبة بن بوعلي اتلوين دي سمبول دو لا غار دو لبيراسيون يعني البطلة حسيبة بن بوعلي هي واحدة من رموز هذه الثورة التحريرية دابور الاتي كيريوز على سيغ لسوان دو بليسي يعني هي كانت بزا فضولية تحب الاستطلاع وكانت تحب اسلوب التمريض يعني تصواني وتضمد جروح المصابين يعني ممرضة آنسويت الانتغري الاندغيزو دي فيدائيين دالجي يعني ثانيا هي كانت ضمن المنخارتين في شبكة الفدائيين في الجزائر فينا المو لأمفان ست فان فيجورين دو لاليت فيمينة تخوفي لامور لوي اكتوبر من نفسون سيكون سات يعني آخيرا هذه المرأة التي لمعت في ثورة تحريرية تمثل النساء الجزائريات ونحن فخورين بها وقد استشهدت في حي القصبة مع علي لابوينت والطفل الصغير عمر ياسف في ثمانية اكتوبر الف وتسعمية وسبعة وخمسين سي بوكوا كونو بو با وبليي نوتخ ماغتيغ يعني علابيها ما لازمش علينا ننساو هذا الشهداء الأبرار ليضحوا بنفسهم هذا ما كان رح نتكلم على الأمير عبدالقادر هذه الشخصية الرائعة ديروا العنوان هو اللول الأمير يعني هذا الأمير عبدالقادر هو عبارة عن شخصية تاريخية ولده في 1808 في بلدية القيطانة في معسكر التي تقع غرب البلاد الجزائرية يعني في بادي الأمر حارب الاستعمال الفرنسي وشارك في العديد من العمليات هو يعتبر شيف دوغير لثورة ذيك الشعبية من 1832 حتى 1847 هكذا ثانيا تم سجنه لعدة أعوام وهناك استطع وتمكن من دراسة الدين الإسلامي يعني ما ضيعش وقته هذه هي ثانيا تم نفعه إلى دمشق وهناك توفية في 1883 دونك الأمير عبدالقادر أجوه أجوه يعني الأمير عبدالقادر هو الشخصية هذه اللي بتدور كبير في نيل الحرية للوطن ما شاء الله عليه قام بتدوره وكثر من دور المهم هذا بالنسبة لأمير عبدالقادر شوفوا الأمير ما فيش بزاف الهضراء نتمنى ينال إعجابكم ثامين ماي بدأوا بالعنوان ومبعد نبدأ اللي 8 ماي 1945 اتو ندات ربار دون لإستوار دالجيغي يعني هو يوم مراسخ في التاريخ الجزائر هذي مقدم دابو شوفوا الولاد كاليميد السنة الثاليثة متوسط ميكتبوش دابو انسويت انفا هذو ميكتبو مش ميكتبوش غير هذي الكلمة دابو انسويت انفا والباقي يكتبو كي مارا لخاطر هذاراني على شكل نصحي جاجي كيتنحي ودابو انسويت انفا مايوالليش واللي عادي فهمتوني كيفاه وباقي التالاميذ الرابعة متوسط ولا الأولاد اللي كانوا في الثانوية يديروا عادي كي مهاكا شوفوا أولا اللي هنا دابو سو جور اللي فرانسي سي لابغ لالي بارتي يعني أولا الفرنسيين تجمهروا لكي يحتفلوا باستقلال فرنسا عن النازية الألمانية يعني الجزائريين خرجوا الاحتفال مع الفرنسيين لأن الاستعمار قال لهم لو كانوا تجندوا معنا وانطردوا النازية ونديوا الاستقلال نعطيكم الحرية نتعكم اللي بيها مساكن كانوا طامعين وخرجوا فرحانين باش يفكروا الفرنسيين باش يديروا الوعود التحهم تجاه الوعود يعني الوعود انفان الفرنسيين اللي جان مانيفست ولي بلان اي تتخيلور 4500 مور اغلما اي سيتيف اي خراتا سان كونتي اللي بلسي اللي ديس باري يعني الفرنسيين هذو قتلوا جميع الموت جمهيرين الحصيرة كانت ثقيلة 4500 موتا بلا من حسبوا الجرحة والمفقودين سي بوركوا كون نبوب با اوبلينو تخمار تيخ ولي ذلك ما لازمش علينا ننساو شو هادا انا الابرار رح نتكلموا على اول نوفمبر ديروا العنوان هو اللول لبرمي نوفمبر 1954 اتي بور لزالجيريين لبوان ديبار يعني اول نوفمبر 1954 هو بالنسبة للجزائري نقطة الانتلاق لزالجيريين موضوع شامل ومليم وحاولوا ما تكثروش الهضرب شما تقوش في الاخطاء هذا الموضوع انتع اول نوفمبر 1954 لزالجيريين موضوع